موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد ما العدل في التصور الإسلامي وهل هو سواء في المفهوم مع الحضارة الغربية التي تتصدر الساحة في تصدير المفاهيم إلى البشرية في يومنا هذا هل العدل قيمة ثابتة أم هي متغيرة بتغير الزمان والمكان كيف فهم المسلمون الأوائل العدل وكيف طبقوه في حياتهم هذه بعض من أسئلة حلقة اليوم التي تبحث موضوع العدل في الإسلام أهلا بكم لبحث هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة الدكتور حسن سلمان عضو أمانة رابطة علماء أريتريا أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا ومرحبا وأهلا بالمشاهدين مرحبا بكم نريد أن نعرف منك بداية دكتور ما العدل في التصور الإسلامي ما طبيعته ما شكله ما مفهومه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دعني حقيقة أول قبل أن أدلف إلى مفهوم العدل في التصور الإسلامي أن أؤكد على أن العدل قيمة إنسانية تتشوق إليها النفس البشرية وكأنما هي جزء من فطرة الإنسان فالإنسان بطبيعته يكره الظلم وينشد العدل بغض النظر أنه عاش العدل في حياته أم عاش غير ذلك إلا أن العدل محبوب عند النفوس والظلم مبغض عند النفوس السوية ولذلك ظل الإنسان عبر تاريخه الطويل يتشوق دائما إلى العدل ويكره بطبيعته كما ذكرت أيضا يكره الظلم وجاءت الرسالات لتؤكد ذات المعنى الذي هو مفطول به الإنسان يعني هذا المعنى المغروس في النفس البشرية وهو جزء من فطرته جاءت الشرائع لتفصل هذا المفهوم وكأنما أمر موجود في الفطرة ويدركه الإنسان بعقله وبطبيعته وبفطرته يدرك أن هناك عدل محمود هناك ظلم مزموم هناك صدق محمود هناك كذب مزموم ولكنه قد يجهل تفاصيل هذا الأمر فتأتي الشرائع وتأتي الرسالات لتؤكد هذا المعنى أيضا تطور هذا الأمر من حالة فردية إلى أن تتطلع له المجتمعات فصارت مثلا قضية العدالة هي أيقونة الثورات بشكل عام يعني كافة الثورات عندما تنشأ تجد أن قيمة العدل حاضرة عندها سواء رفعتها كشعار أو أنها لم ترفعها كشعار لكن تظل أنها تنشد حالة العدل بشكل عام يعني في المجتمعات ولعل آخر يمكن هذه التحركات مثلا كما هو عندنا الآن في السودان مثلا رفع شعار حرية سلام وعدالة فتظل أيقونة العدل هي بشكل عام هي الأقون التي يتحرك بها العقل الجمع حتى عندما نذهب من الدائرة الفردية إلى الدائرة الجماعية أما بالنسبة لنا في الشريعة الإسلامية بما أن الشريعة لا تتعارض مع فطرة الإنسان فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هذه الفطرة تأتي الشرائع لتعزز ما هي مغروسة في دواخل الإنسان ما هو موجود في النفس البشرية مركوز في داخل نفس البشرية لكن تأتي الشرائع لتفصل هذا المعنى كما ذكرت لأنه سنأتي إن شاء الله في قضية أن المضامين واختلافها ما بين المنظومة الإسلامية والمنظومات الأخرى سنلاحظ كيف أن العقائد والتصورات تلعب دور كبير جدا في المفاهيم وتنزل هذه المفاهيم وآليات هذه التصورات فبالنسبة للشريعة الإسلامية تعتبر أن العدل قيمة مطلقة قيمة مطلقة وعندما نقول بأن العدل قيمة مطلقة بمعنى أنه لا يخضع لأي شك من أشكال الاستثناءات فمثلا تجد أن هناك بعض الشرائع أو بعض التشريعات في الإسلام تخضع الاستثناءات تخضع لضرورات تخضع لغيرها من الاعتبارات الإنسانية أو الضرورات ما يمكن أن نسمي الضرورة لكن قيمة العدل هي قيمة مطلقة فلا تستطيع أن تقول بأنك والله تكون عادل مع المسلمين ولا استعادل مع غير المسلمين لا تستطيع أن تقول عادل مع الأقرباء وغير عادل مع الأباعد لا تستطيع أن تقول عادل مع أهل المذهب عندك وغير عادل مع غير أهل المذهب والمل وهكذا فلما نقول بأنها قيمة مطلقة بأن الإنسان لا خيار له إلا أن يكون عادلا فتحتل العدل في الشريعة الإسلامية قيمة عظمة وقيمة كبيرة جدا ولهذا يقول عنها شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله يقول العدل واجب على أي حال والظلم لا يجوز بحال يعني العدل واجب لكل إنسان لكل أحد ومع كل أحد وفي كل ظرف وعلى أي حال والظلم لا يجوز بحال فنلاحظ بأن هذه القيمة تكاد تكون من القيم إن لم أقل أنها تتصدر القيم الإسلامية تقيم عليا وقيم أولى إلا أنها تكاد تكون القيمة الثانية إن لم تكن القيمة الأولى في هذا الأشياء كلام طيب دكتور في محاولة لتفكيك هذا المفهوم و هذا المعنى يعني ثمت ربما يقع الاختلاط أو الالتباس عند كثير من المسلمين في قضية المفاهيم هناك عندنا مفهوم المساواة وعندنا مفهوم الإنصاف أين التداخل وأين الالتقاء وأين الافتراق بين هذه المفاهيم مثلا هل المساواة مثلا على سبيل المثال المساواة بين المرأة والرجل هل هي من العدل هل هذه تدخل في مفهوم العدالة أو العدل دعني أقول بأن أو الابتداء أن العدل في اللغة العربية لا يكاد يكون بعيدا عن ما جاء في الشريعة الإسلامية ففي إطار اللغة العربية مثلا يدور مفهوم العدل في القوامس اللغوية يدور العدل حول مفهوم الاستقامة ومفهوم الاعتدال ومفهوم المساواة يعني العدل تضمن المساواة وبالتالي هذه المفاهيم اللغوية جاءت الشريعة بنفس القدر تكاد تجد أن القرآن الكريم يدور أيضا مع ذات المفاهيم ولكن تستطيع أن تميز كل مفردة في القرآن الكريم أطلقت عليها العدل ضمن السياق يعني نجد أحيانا استخدامات ما ستصل إلى عشر استخدام في القرآن الكريم لمفهوم العدل فيأخذ مفهوم العدل في السياسة مفهوم العدل في القضاء يعني هذه قاعدة لكم تتفصيلها يطول ولكن من ضمن معانيها مفهوم المساواة وبالتالي تلاحظ أن الشريعة ركزت على مفهوم العدل المتضمن للمساواة وذلك لأن المساواة المقصودة في الشريعة المساواة بين المتماثلين المساواة بين المتماثلين والاختلاف بين المفترقين فمن الظلم أنك تساوي بين مفترقين أن تساوي بين الجاهل والعالم أن تساوي بين المجتهد وغير المجتهد أن تساوي بين العامل والخامل أن تساوي بين المجاهد والقاعد هذه كلها لا تستطيع أن تجعلها لكنك يمكن أن تساوي مثلاً ما بين متماثلين رجل ورجل على مستوى الخلق الإنساني كلاهما مخلوقين على مستوى أيضاً الخلق الرجل والمرأة متساويان مثلا في أن هذا مخلوق لله وهذا مخلوق لله فبنسبتهم لله سبحانه وتعالى متساويان يعني كلاهما عبد لله عز وجل مخلوق لله عز وجل بهذا الاعتبار تجد متساوي لكن على مستوى مثلا التكاليف الشرعية هذا قد يأخذ حظ أكبر وفق خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه والمرأة تأخذ كذلك من الأحكام أيضا ما يليق بها وبالتالي أن ترفع شعار المساوى المطلقة فيما يتعلم مثلا بهذه القضايا قضايا المرأة والرجل مثلا ستجد أنك تدخل في المعنى المغاير للعدل ولست مع العدل بقيمة مطلقة هنا أريد أن أسألك دكتور حسن هل جاءت الشريعة الإسلامية بتصور جديد لمفهوم العدل لم يكن مألوفا في مرحلة الجهلية أو كان متعارفا عنه لكن جاءت لتصحح بعض أبعاده دعني أقول بأن الرسالات بشكل عام منذ نوح عليه السلام وحتى النبي صلى الله عليه وسلم العدل كقيمة يدخل في مفهوم الصراط المستقيم والصراط المستقيم سلكه نوح عليه السلام وسلكه الأنبياء من بعده وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة العدل كقيمة شرائية ترسخت عبر هذا التاريخ الرسالي فظل الناس يعرفون بشكل عام العدل لا تكاد تجد مشكلة في أنه والله لما يقول لهم القرآن العدل يعني معهود عندهم وليس مستنكر أو ليس معروف عندهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد مع أن الرجل كان كافرا دل ذلك على أن مفهوم وقيمة العدل منتشرة في المجتمعات وتعرفها على الأقل في حدها الأدنى في الحد الأدنى كمشترك إنسان يعرفون أن هذا مثلا عدل وهذا ظلم لكن لما تأتي في التفاصيل قد يختلفون جاءة الشريعة لتبين التفاصيل هذه أما العدل كقيمة مطلقة وقيمة عليا كانت معهودة عند العرب يعرفون أن هذا عدل ويعرفون أن هذا ظلم يعرفون أن هذا صدق ويعرفون أن هذا كذب يعرفون هذه المفاهيم كانت مبسوثة ولكن جاءت الشيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فجاء متمما لها بمعنى قد تكون هناك كثير من التفاصيل غائبة عن الناس نتيجة الانحرافات نتيجة البعد عن الرسالات نتيجة الفترات التي تنقطع فيها الرسالات قد يحصل نوع من الانتكاسة سواء على مستوى النفس والفطرة البشرية أو على مستوى التصورات الإنسانية التي يحملها ابن آدم دكتور حسن ثمة نصان في القرآن الكريم يمساني مفهوم العدل بشكل مباشر لكن مع الاختلاف في السياق يعني يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعد وفي سورة الأنعام نجده يقول وإذا قلتم فاعدلوا هناك العدل مرتبط بالحكم وهنا مرتبط بالقول لو توضح لنا السياقان هنا وتنزلات هذا المفهوم على الأرض حقيقة كما ذكرت يا عنا ولا دائما في القرآن الكريم المفردة يجب أن تنظر إليها ضمن سياقها في سياق معين يأتي العدل في القول وفي سياق آخر تأتي بمعنى العدل في الأفعال لكن المفهوم العدل واحد هنا هو كله واحد بمعنى كله أن يكون هناك استواء وتوسط واعتدال وعدم ميل وإعطاء كل ذي حق حقه هذا المفهوم يظل حاضر عندك لكن في بعض القضايا يكون هذا معنيهم به الأقوال فيستقيم الإنسان في أقواله وفي بعضها الآخر معنيهم به الأفعال وفي معنى ثالث معني به التكاليف والأعباء التي يجب أن تناط بالإنسان أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فهنا يتكلم عن معنى التكاليف وخاصة معنى الولايات وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هنا معنى القضاء ومعنى التشريع وغيرها من فتأتي هذه على كل في سياق آخر يعني كما ذكرت لك أكثر من عشرة معاني كلها تجدها تدور في هذه المفردة هنا يعني لو توضح لنا مثلا بشيء من الأمثلة والتوضيح دكتور يعني ماذا يعني إذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا قلتم فعدلوا ماذا يعني أن أقول عدلا ماذا يعني هذا للمسلم طيب إذا جئنا بشيء من التفصيل ستلاحظ بأن مثلا العدل في الأقوال يشتمل كافة ما يتعلق بالجانب اللساني وقضايا الشهادات والأداء في الشهادات هذه كلها تدخل والأقوال عند الناس بشكل عام سواء في التسكية أو في الجرح أو في التعديل أو في قره هذه كلها تدخل في دوائر الأقوال شهادات الزور أو شهادات العدل تدخل في قضايا إذا قلتم فعدلوا هذه كلها على كل تدخل في الجانب العدل قضايا القول بالحق وليس القول بالباطل تدخل أيضا فيه وإذا قلتم فعدلوا القول على الله سبحانه وتعالى سواء بعلم أو بقير علم يدخل في قضية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بقير علم ظلم والقول على الله بعلم من العدل وهكذا كافة ما يتعلق بالقضايا الأقوال يمكن أن تتسع إلى هذا المعنى الواسع قضايا الحكم وإذا حكمتم بين الناس يدخل فيها بعد ذلك يمكن ثلاث مستويات إذا أردت أن أقسم العدل ستلاحظ بأن هناك العدل مع الله والعدل مع النفس والعدل مع الإنسان هنا ربما الآية وإذا حكمتم بين الناس تدخل في المعنى الثالث تدخل معنا أو في القسم الثالث من أقسام العدل العدل مع الله له معيارية معينة العدل مع النفس له معيار العدل مع الناس أيضا لأن كل التكاليف الشرعية وخاصة التي تتحدث عن آيات العدل وآيات القصد تلاحظ أنها تدور في أمرين يعني تكاليف كلها كما يقول الإمام الرازي يقول بأن كل المعاني خاصة في هذه آيات القصد يقول إما أنها تتجه إلى تعظيم الحق جل جلاله أو الرحمة بالخلق والشفقة بهم فالرحمة بالخلق مما يندرج فيها في قضايا القضاء على وجه التحديد عندما تأتي إلى المنصة القضائية بدءا من التشريع ثم البينات والدلائل وقضايا وسائل الإثبات ثم النطق بالحكم هذه المستويات الثلاثة كلها يجب أن تتوفر فيها العدالة وهذا ربما يعني مجال واسع حقيقة إن شاء الله وتيحت الفرصة في هذه الحلقة كيف يمكن أن نوفر العدالة القضائية في هذا الاتجاه ما هي شروط هذه العدالة القضائية وكيف أن البشرية الآن على وجه التحديد تقدمت كثيرا فيما يمكن أن نسميه بالحكم الرشيد على مستوى استقلالة القضاء يعني مفهوم استقلالة القضاء وكيف لأنه الآن مثلا فيما يتعلق بتحديدا إذا حكمتم بين الناس هنا إلى حد كبير الآية تحدث عن قضاء لأن الحكم في القرآن الكريم يعني غالبا القضاء بخلاف السلطة السياسية السلطة السياسية في القرآن يطغى عليها الأمر والسلطة القضاء يطغى عليها الحكم فنلاحظ هنا إذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل يتحدث عن الحكم في الثروات يجب أن تكون التوزيع فيها بالعدل السلطات التوزيع فيها بالعدل القضاء الفصل فيه بالعدل هذه كلها تدخل تحت قوله تبارك وتعالى إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وستلاحظ بأن الإسلام يحمل تصورا هائلا وكبير جدا فيما يتعلق بالعدل في السلطة السياسية وكيف يمكن أن يكون هناك عدل في السلطة السياسية والعدل في السلطات التوزيع فيما يتعلق بتقسيم الثروات وكيف أن القرآن الكريم تعامل مع الثروات بشكل عادل ومنصف بدءا من كيف يمكن أن يتملكها الإنسان ثم كيف يمكن أن يوزعها ويتصرف فيها ثم إذا حدث هناك اختلافات بين الناس وحدثت خصومات بينهم وتحال الأمور إلى القضاء أيضا كيف يمكن أن نحقق العدل في هذه الدائرة فنلاحظ بأن هذه على وجه التحديد إذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل ستلاحظ بأنها تشتمل عدالة توزيعية وتشتمل عدالة القضائية والجزائية وستشتمل أيضا إلى حد كبير العدالة الاجتماعية أرجو المعذرة دكتور يعني هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه وهنا نقطة مهمة يعني هذا يقودنا إلى السؤال عن مدارات العدل أو دوائر العدل يعني هل العدل هنا هو مفهوم سياسي يتصل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم أم أنه لدوائر أهم فيما يتعلق بالمجتمع هو مفهوم اجتماعي في العلاقة بين الناس وأيهما يعني يتبين عن الآخر أيهما أهم يعني وأدعى لي أن يتحقق على أرض الواقع في التصور الإسلامي طبعا هو التصور الإسلامي لمفهوم العدل يبدأ من الذات البشرية وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اللي هو التعامل بعدل مع النفس البشرية ولن يكون التعامل بعدل مع النفس البشرية إلا إذا حملتها على الاستقامة وجردتها من دوائر الانحراف والميل والجنوح عما هو عدل فيبدأ ابتداء من الذات يبدأ من الداخل هذا واحد الأمر الثاني ستلاحظ أنه أيضا مفهوم يتسع إلى قضايا الأسر مثلا ستجد أنه والله على مستوى الأسرة العلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تقوم على العدالة ولا تقوم على الظلم فتتسع العلاقة بين الزوجين العلاقة بين الزوج والزوجة والأطفال أيضا يتسع لها مفهوم العدالة على مستوى العلاقات المجتمعية سواء كان في المجال التجاري أو في مجال آية الدين نلاحظ بأنها مثلا تحدثت عن أمرين مهمين جدا وهو أن من يكاتب مثلا يجب أن يكون بعدل وأن من صاحب الحق وصاحب الطالب والمطلوب كلاهما الذي يملي فليملي بعدل والذي يكتب أيضا يكتب بعدل تلاحظ بأن مفهوم العدل يكاد يكون يتسع إلى كافة مناطات التكليف الإنساني في حياته كلها إلى أن نصل إلى السلطة السياسية وكما ذكرنا إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصط فتلاحظ بأن القصط هو المعنى الشامل الذي يتضمن العدل وزيادة ستلاحظ أن مفهوم القصط هو معنى شامل يشتمل العدل وفيها شيء من الفضل والإحسان فمفهوم أشمل فعلى كل ليس مفهوما سياسيا بحت بقدر ما هو مفهوم ينطلق من التصورات والعقائد على مستوى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أن تقوم هذه العلاقة بعدل لأن الكافرين أو إن الشركة لظلم عظيم فالذين يشركون بالله سبحانه وتعالى تجدهم يخرجون عن دائرة العدل والكافرون هم الظالمون للعلاقة لأنهم يقطون الحقائق الظاهرة والجلية والبينة فوصفهم الله سبحانه وتعالى بالظلم فبدأ من التصورات والعقائد نزولا إلى السلوكيات والعمليات إلى غير ولذلك لعل أجمع من عرف هذا المفهوم الإمام ابن عطية قال إن العدل يشتمل العقائد ويشتمل الشرائع ويشتمل على السلوك الإنساني في أداء الأمانات ويشتمل الإنصاف بين الخلق ثم إعطاء كل ذي حق حق هذه كلها تكاد تكون تقطيها دائرة العدل في التصور الإسلامي فللأسف الشديد أحيانا قد نسيس المفهوم وقد لا ننجح فيه لماذا؟ لأننا يعني العدل من القيم التي تحتاج أن تشكل فيها حالة من الحساسية المفرطة في ما يتعلق بالظلم يعني المجتمع يجب أن يمتلك حاسة خاصة فيما يتعلق بمحبته للعدل وكراهيته للظلم فإذا وصلنا إلى هذا المستوى من الثقافة العامة في المجتمع في أنه والله قضية العدل كقيمة يستنفر لها المجتمع فحواس كلها مثلا تنفر من شيء اسمه ظلم وتحب ما هو عدل هنا ستلاحظنا تنعكس على المستوى السياسي وتنعكس على المستوى الكل في الدولة كذلك حقيقة دكتور العدل قد يكون أحيانا مفهوما نسبيا بمعنى أن نسبي بين الحضارات وبين الأمم ربما يكون العدل في التصور الإسلامي يختلف عن ما هو عليه الحال في الحضارة الغربية التي هي الآن تصدر المفاهيم من العالم بحكم الاستعلاء والقوة التي تمارسها لكن قبل أن نذهب إلى الفاصل وهذا ما سنوقش في المحور الثاني قبل ذلك دكتور ينبغي أصولا أن نفهم كيف فهم الصحابة مفهوم العدل وكيف تعاملوا معه فهموه نظريا وكيف تعاملوا معه عمليا كيف تطبقوه في حياتهم على أنفسهم وفي بيوتهم وفي مجتمعهم وفي قضية الإدارة لو بشيء من الاختزال جميل على كل فيما يتعلق بالحضارات كما تفضلت هو باعتباره مفهوم قيمي يختلف من بيئة إلى بيئة ويختلف ربما من حضارة إلى حضارة وحسب الأرضية المعرفية بشكل عام والخلفيات وما يمكن أن نسميه بجذور كل حضارة فالحضارة التي تؤمن بالله تختلف عن الحضارة التي نحت الله عن سنبحث هذا بعد الفاصل إن شاء الله لكن قبل ذلك عن الصحابة سألتك دكتور كيف فهموه نظريا وكيف تطبقوه عمليا الصحابة كما ذكرت أن المفهوم عندهم بشكل عام لم يكن محل إشكال لم يكن محل إشكال كما أن القرآن لما تحدث عن الحج وتحدث عن الصلاة كمفهوم إلى حد كبير باعتبار أنه ورثوا شيء من بقايا الشرائع السابقة وخاصة الشريعة الإبراهيمية كانوا يفهمون أن هناك عدل محبب وهناك ظلم مزموم كان هذا الأمر بالنسبة له لكن لما جاءت الشريعة وتحدثت عنه بالتفصيل نلاحظ أن الصحابة رضو الله عليهم عاشوا هذا الأمر وعاشوا لعدل كقيمة مطلقة عاشوا لعدل كقيمة مطلقة سواء في علاقاتهم الخاصة فيما بين الصحابة رضو الله عليهم أو علاقاتهم مع الآخر أيًا كان هذا الآخر سواء كان آخر مشريك أو آخر من أهل الكتاب أن الصحابة رضو الله عليهم كان فهمهم للعب بأنه قيمة مطلقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتضي نفس الصحابة بأنه يمكن أن يمارس ظلم على أي من خلق الله تبارك بل الصحابة رضو الله عليهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وهو العدل حتى مع الحيوانات عدل مع الكائنات غير الإنسانية هذا فهم متسامن للعب عاشوا هذا الفهم بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك العدل مع المحيط والبيئة كيف أيضا عاشوا هذا الفهم الصحابة رضو الله عليهم عاشوا هذا الاتجاه وعاشوا هذا الفهم فعلى كل أن الصحابة رضو الله عليهم فيما يتعلق بالتصور على وجه التحديد ربما كانوا أعلى بكثير من الحال التي عاشها الناس بعد ذلك نعم ما زال حقيقة لدينا الكثير لنقول في هذه الحلقة لكن لو أذنت لأذب لا فاصل نتوقف مع فاصل قصير قبل استعناف الحديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أريترياء وجدد ترحيب بكم دكتور أهلا وسهلا مرحبا دكتور العدل مفهوم واضح ومشبع هو قيمة أخلاقية في الإسلام له امتدادات اجتماعية له امتدادات سياسية قد يكون بات مفهوما بما تفضلت به من حديث في الجزء الأول من هذه الحلقة لكن هذا المفهوم المشبع بالمعاني في الإسلام هل حول إسلام متصورا للآليات والكيفيات التي يمكن أن يقام بها العدل هو على كل مفهوم العدل لو تصورنا المستويات اللي ذكرناها مستوى العدل مع الله سبحانه وتعالى مستوى العدل مع الإنسان مع نفسه مستوى العدل مع الخلق بشكل عام طبعا سؤال يتصل بالدولة والمجتمع نعم جميل هذا في المستوى الثالث وهو العلاقات الإنسانية ويذهب العدل بعد ذلك في التصور الإسلامي العلاقات الكونية بشكل عام كيف أن الإنسان يكون متصالحا مع الكون كله لا يكون مفسدا في الأرض وهذا نوع من أنواع العدل أيضا مع المحيط عالم الأشياء وليس عالم عدم الإفساد مرتبط بالعدل هنا بطبيعة الحال يعني الإفساد هو نقيض بشكل عام للإصلاح ولكنه لا يكون الإنسان مفسدا إلا إذا تجاوز الحقوق والحدود فمتى تجاوز الحقوق والحدود كان ظالما وكان مفسدا وبالتالي سنلاحظ بأن مفهوم العدل يذهب إلى هذا المدى وبالتالي تنعكس بعد ذلك الآليات وفق هذا التصور لو تصورنا بأن هناك فعلا عدل بهذا البعد الآليات نفسها ستنسجم إلى هذا الجانب فمثلا فيما يتعلق بالآليات التي يمكن أن نعتبر تتأسس عليها مثلا فكرة العدل في التصور الإسلامي لأسف الشديد ربما التجربة أحيانا قد تكون فيها إشكالية فمثلا العدل في التصور الإسلامي أول شيء تأسس عليه على مستوى البنيان البنيان الكل فكرة الاستخلاف كفكرة أو كتصور أساسي إن الله استخلف ابن آدم على وجه هذه الأرض ثم ظلت الأنبياء تتعاقب باعتبارها رأس أو ممثل شرعي لقضية العدل فهم الذين ينفزون أوامر الله سبحانه ثم انتقلت البشرية وانتقلت معها الرسالات بشكل عام إلى أن تنتفي أو تتوقف فكرة النبوة ويبقى بعد ذلك حاكمية الكتاب يعني تظل النبوة المستمرة التي تجدد للناس أمر العدل وآليات العدل ويعتبر الأنبياء كان رأس العدل كانت بنو إسرائيل مثلا تسوسهم الأنبياء يتوقف هذا الأمر لنعيش حالة من الاستخلاف البشري الطبيعي وبالتالي ستأتي ما يسمى على الأقل الآن فيما يمكن أن نسميه بالحالة المدنية يعني الإنسان المدني الإنسان البشر الإنسان الطبيعي هو الذي بعد ذلك سيتولى حاكمية هذا الكتاب وينزلها على مستوى الأرض فأول قضية مثلا في مفهوم الاستخلاف في التصور الإسلامي وهو إقامة النظام السياسي الإسلامي على قاعدتين أساسيتين القاعدة الأولى هي قاعدة التشريع أو الشريعة الإسلامية كمنظور على الأقل حاكم كمنظور حاكم لفكرة الاستخلاف وفكرة اختيار الأمة لمن يحكمها تقريبا هذين الأمرين تقوم عليهم فكرة التصور الإسلامي لمفهوم العدل فلا يمكن أن تصور العدل خارج دائرة الحكم بما أنزل الله ستظل على الأقل فيها إشكالية لماذا؟ لأن التصور الإسلامي يعطي نسبة كبيرة جدا في قضية أن العدل وهذا يمكن مفهوم الشيخ الإسلامي على وجه التحديد يعرف العدل بأنه هو الحكم بما أنزل الله فحيثما حكمت بما أنزل الله يقول أنت إذا حكمت بالعدل فإذا كان مثلا قام المجتمع على غير حكم الله سبحانه وتعالى فهنا إشكالية فيما يتعلق بمفهوم التصور الإسلامي للعدل بمعنى ذلك كل من حرفت عن الظلم ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الظالمون أنك ذهبت خارج دائرة التشريع ووقعت في دائرة الظلم وخرجت عن دائرة العدل هذا؟ هل هذا فهم ابن تيمي لوحده أم ثمت إجماعا أو يعني نطاق علمائي واسع لهذا الفهم؟ ابن تيمي على كل ربما عبر عنه بشكل واضح ولكن ستلاحظ أنه لا يشذ عن هذا المفهوم يعني يكاد كلهم مجمعون على أن من لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الظالمون هذه آية في كتاب الله ليست محل خلاف لكن يبقى بعد ذلك هناك بعض التفاصيل على كل فيما يتعلق باستعابة تجربة البشري في الآليات يعني فيما يتعلق بتحقيق العدل قد لا يكون فيها هذه أيضاً إشكالية فعلى كل هذين المحورين محور حاكمية التشريع وهنا التصور الإسلامي يرى أن قضية العدل والقيم العدلية وما يتعلق بالتشريعات يجب أن تكون مفهوم متعالي متسامي لما نقول متعالي متسامي لا يمكن أن نقول والله العدل ينبع من داخل الإنسان ومن داخل تشريعات الإنسان لماذا؟ لأن الإنسان بأهوائهم بتناقضاتهم بقضاياهم المختلفة بقوة هذا بضعف هذا بمزاج ذاك إلى غير ذلك مهما قلنا حتى مفهوم الأكثرية لا يمكن أن نعطيه بأن والله لأنهم أكثرية فإنهم يحكمون بعدل التصور الإسلامي يقوم على أن التشريع المتسامي المتعالي الذي هو ينسب إلى الله ولا ينسب إلى البشر هو الذي يعطي ضمان كبير جدا لفكرة العدل في التصور الإسلامي وبالتالي كلما تراجع هذا المفهوم ونزلنا إلى المستويات الوضعية كلما ابتعدنا على العدل واقتربنا من الظلم هذا أول كنقطة أساسية في إطار هذا الأمر في إطار مسألة أن التشريع يجب أن يكون تشريعا من خارج الدائر الإنسانية وهنا ربما خلاف جوهري بيننا وبين حضر خارج دائر الشرعية خارج دائر البشرية يجب أن يكون التشريع من خارج الدائر البشرية ونحن هنا التشريع ينسب إلى الله وبالتالي فكرة الحقوق فكرة الحدود فكرة الواجبات فكرة أن افعل هذا أو لا تفعل هذا لا يملكها بشر من أهل الأرض وبالتالي المسلم هنا متصالح مع أخيه لا يجد إشكالية في التشريع ولا يجد بأنه محتاج إلى لوبيات محددة ليمرر تشريعا فهو يلاحظ أن كل التشريعات التي تحقق له الضمانات فيما يتعلق بالحقوق والحدود هي من خارج الدائر البشرية فهنا نوع من الضمان الكبير جدا فيما يتعلق بالتصور الإسلامي لفكرة العدالة النقطة الثانية فيما يتعلق بالآليات أول آلية يتأسس بعد قضية التشريع أول آلية هنا قضية أنه والله نريد أن نحكم هنا قلنا الحكم بشري على مستوى هذا الحكم سينزله بشر حكم الإلهي سينزله بشر في أرض فأول قضية في تنزيل الأحكام الشرعية أن النظام السياسي الذي يتأسس كولاية إسلامية كولاية إيمانية يجب أن يتأسس بالاختيار مع الناس بالاختيار بين الناس وأمرهم شورى بينهم شورى بينهم فتلاحظ بأن العدل جرنا الآن إلى مفومه إلى مفوم آخر وقيمة أخرى وهي قيمة الشورى فقيمة الشورى مهمة جدا فيما يتعلق بتنزيل العدل بين الناس وليأسف الشديد بعض التصورات وهذا يمكن تصورات تحملها حتى جماعات إسلامية الأسف الشديد يقول لك يا خلمهم عندنا هو العدل ويريد أن يتعايش مع فكرة نظام استبداد مثلا فيبقى هناك إشكالية هل فعلا بإمكاننا أن نعيش في نظام عادل في ظل نظام ديسكاتوري؟ يعني هذه المسألة يعني هل ما طرح في التاريخ الإسلامي فكرة المستبد العادل هل هي ممكنة؟ عبد الرحمن الكواكب مثلا فكرة المستبد العادل على كله هل هي فكرة ممكنة؟ بمعنى إذا كان في التصور الإسلامي أول العدل أن تعيد الأمر إلى الناس وأمرهم شراوين فإذا اقتصبت السلطة عن الناس وصرت مستبدا بها ومنفردا بها دون رضاهم ودون اختيارهم فقد وقعت في أعلى درجات الظلم السياسي وبالتالي كل الأفعال والتصرفات الأخرى إلى حد كبير سينالها شيء من الظلم ففكرة العدل هنا سنلاحظ بأن تتأسس ابتداء من الإقامة الآلية الكبرى وهي آلية الاختيار السياسي لأن الذي يحكم المسلمين يجب أن يكون باختيارهم ليس بالوراثة كما يقول بلحزن أن أمر الخلافة لا يكون فيها الوراثة بإجمع وأن يكون أمرهم شورى بينهم وبالتالي الولاية السياسية لما تتأسس على الشورى فإنها مكمل أساسي لمفهومه لمفهوم العدل ثم تأتي بعد ذلك آلية أخرى بعد آلية الاختيار وإقامة النظام السياسي على فكرة الشورى التي هي كما قلت فكرة أساسية لكقيمة من قيم العدل ستأتي بعد ذلك إلى ما يتعلق بالأمانات كفكرة أيضا موازية إن الله يمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا كان مثلا قام شخص من الأشخاص وحاول أن يحابي الناس مثلا في التولية ويحابي أقرباءه يحابي أنصار حزبه يحابي المؤيدين له في الرأي في الفكرة فقيرة دون أن يكون لهم مثلا الكفاءة والأمانة إن خير من استأجرت القوي الأمين فهنا أيضا سنلاحظ بأن مسألة التكاليف والأداء السياسي أيضا يجب أن يرتبط بقيمة العدل وهنا يمكن أقول أن يتطور التصور الإسلامي لما يتعلق باللوائح والنظمة المنظمة لآليات العدل هنا في هذه الاتجاه يعني من الذين مثلا يجب أن يكونوا وزراء في الدولة الإسلامية ما هي الشروب ما هي المواصفات هل تخضع لمزاجية الحاكم أم أنها والله لا يمكن أن تنظم في التصور الإسلامي ضمن تصور معي هذه كلها ربما فيما يتعلق بالآليات والتفاصيل الشريعة أعطت المسلمين ما يمكن أن نسميه بالاجتهاد المكمل أو الاجتهاد الذي يكون اجتهادا ابتنائيا وليس اجتهادا ابتدائيا حقيقة أنا استوقفني قضية مفهوم العدل عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأنك ذكرت بأن هذا يكاد يكون مجمعا عليه في أشكال تعبير مختلفة بين علماء المسلمين يعني كيف يكون إقامة شريعة الله هي العدل هنا ربما تخوضون إلى حديث عن مفهوم هذه الشريعة تطبيقا يعني إذا ما كانت مثلا في الحضارة الغربية الآن كثير من نواحي الشريعة مطبقة من غير إيمان بالله سبحانه وتعالى لكن مقاصد هذه الشريعة ومقاصد تطبيقها بين الناس متحققة العدل متحقق إلى درجة كبيرة العدل أتحدث عنه طبعا في المفهوم القضائي هنا يعني في الحضارة الغربية متحقق بدرجة كبيرة لكن في بعض البلدان الإسلامية قد يكون هناك تطبيق لكثير من أحكام الشريعة من غير أن يكون العدل متحققا بين الأفراد هنا حقيقة يعني نفصل بين أمرين أسف الشديد كثير من التصورات عندنا هي شعائرية فردية أكثر منها أحكام عامة وربما تجربتنا بشكل عامة التجربة السياسية الإسلامية ربما فيها كثير من الإشكالات فيما يتعلق بالقيم الكبرى القيم الولاية العامة قيم المتعلقة بالحرية القيم العدالة الشورى أداء الأمانات على كل هذه القيم قد تكون فيها نوع مررنا بمرحلة ضخمة جدا من الملكيات يعني بعد الخلافة الراشدة على وجه التحديد حصل نوع من التراجع ولعل ذلك مصداق لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ينقض على الإسلام عروة عروفة أولها نقضنا الحكم وأخرها الصلاة فهنا نلاحظ أن الحكم يشير إلى السلطة السياسية الفوقية تراجعت على مستوى حق الأمة في الاختيار وحق الأمة في العزل وحق الأمة في الرقابة وحق الأمة في المتابعة هذا كله تراجع ولكن بقي لنا من العدل ما يمكن أن نسميه بالعلاقات البينية كمجتمع ربما السلطة السياسية لم تحاول أن تقحم نفسها مثلا في هذا الاتجاه بخلاف الدولة العصرية الجبرية الراهنة دخلت إلى المستويات ربما حتى التشريعية فهنا أوروبا على وجه التحديد أو الغرب بشكل عام ربما ذهب إلى العدل في الاتجاه الفوقي على مستوى الاتجاه السلطة السياسية كسلطة ربما وجدوا أن العدل هنا قد تحقق لهم وهنا طبعا نلاحظ كلام شيخ الإسلام أيضا عليه رحمة الله لما قال إن العدل يعني إن الدولة تقوم مع العدل ولا تقوم مع الظلم يعني حتى العدل المرتبط بالكفر والظلم المرتبط بالإسلام فحاول أن يقول بأن يمكن العدل إذا أخذه حتى الكافر يستفيد منه في دنياه وإن لم يكن في الآخرة من نصيب وإن لم يكن في الآخرة من نصيب ينفعه على الأقل العدل في دنياه فالشاهد هنا أن نلاحظ بأن المسلمين ربما ما يتعلق بالقيم الدولة وقيم النظام السياسي هنا حصل فيه تراجع وبالتالي تراجع معها مفهوم العدل واختزل ربما مفهوم العدل في مفاهيم ربما بسيطة وقد تكون مجتمعية أكثر منها سياسية على مستوى النظام السياسي في الدولة المسلمة نعم دكتور قبل أن نذهب إلى الفاصل أريد أن أسألك بدقيقتين من فضلك يجب أن أذهب إلى الفاصل هل ثم ترتبط بين العدل وبين القوة بمعنى أنه لا يمكن للضعيف أن يقيم العدل سواء في نفسه أم بينه في تعامله مع الآخرين أم حتى على مستوى الدولة العدل بطبيعة الحال إذا اعتبرنا بأنه هو رسالة الله سبحانه وتعالى وربطنا الآية في سورة الحديد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقصد قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس عموما الحق يحتاج أو العدل يحتاج في تنزيله إلى قوة أي أن كانت هذه القوة سواء كانت قوة نفوذ أدبي سواء كانت قوة نفوذ مابي لا بد للعدل أن يكون هناك من يسعى لفرضه على على الأقل عن الواقع العام وبالتالي أن يكون هناك عدلا مجردا نظريا بعيدا عن أي أدوات تنزل هذا العدل وخاصة ما يتعلق بالقضاء هنا سنلاحظ أن القضاء فيه قوة بطبيعة الحال لماذا؟ لأنه ملزم بخلاف الفتوى وخلاف الوعز فالمفتي يقول كلمته ويذهب أما القاضي لا بد أن تكون له أدوات لفرض هذا الحق وفرض هذا العدل وإلا فإن الظلم سيستمر نعم نشاهد الكرام هذا فصل أخير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة دكتور حسن فيما يتعلق بالعلاقة في المفاهيم الغرب الحضارة الغربية الآن التي تصدر المفاهيم للعالم بحكم سيطراتها الثقافية والحضارية تتحدث عن قضية نسبية المفاهيم يعني الأخلاق عندهم ليست ثابتة إنما متغيرة بحكم التطور ودخول التكنولوجيا وعوامل إنتاج الجديدة على الساحة والعدل هو قيمة أخلاقية في نهاية المطاف هذا العدل هنا نسبي يتغير في الحضارة الغربية عما هو عليه في التصور الإسلامي وما أهم هذا التغير إذا وقع دعني أقول بأن الاختلاف أولاً ما بين الحضارتين اختلاف جزري كبير جداً يعني ليس اختلافاً بسيطاً فحضارة تقوم وتؤسس على مفهوم الإيمان بالله واليوم الآخر والمسؤولية الإنسانية وترى أن العدل يتحقق من خلال رسالة من الله سبحانه وتعالى للإنسان يطبقها على الأرض وحضارة أخرى في بعدها المعاصر على الأقل ترى أن العلاقة مع الله منبتة ومحور الكون هو الإنسان والقوانين التي يخضع له هي قوانين الطبيعة وترتبط العدالة عنده مثلاً بالتشريع والقانون الوضعي الذي يتساوى الناس فيما يسمى قوانين ثم نجد أن هذه القوانين نفسها يهيمن عليها من ما بين القوى الرأسي مالية وما بين السلطة السياسية بشكل أو آخر ويمكن هذه على كل إشكال كبير في الحضارة الغربية وتنزع على الأقل الحضارة بهذا الشكل إلى نوع من التغير فعلاً بناء على الجهة التشريعية نفسها كلما تغيرت المؤسسات التشريعية وتغيرت أنماط الحياة عندهم وتغيرت حتى الأيدولوجيا والفكر هنا ستلاحظ التغير وبالتالي هم يتحدثون عن نسبية بالنسبة لنا هناك ما يمكن أن نسميه المتغير والثابت في تصور الإسلام فيما يتعلق بالقيم فهناك مثلاً قيم ثابتة لا تتغير لكن لو أذنت لي دكتور حتى لا يفوتك الوقت وأعرف أنا لديك الكثير فيما يتعلق بقضية العدل لو حصرنا الحوار هنا في قضية العدل بالذات نعم وأن الأرض حضارة أرضية نعم هل العدل عندهم يختلف عن حضارة الإسلامية التي هي مرتبطة في النهاية بالسماء ومرتبطة بيوم المعاد وأن هناك حساب طبعاً طبعاً ما هي هذا الإسلام؟ ستلاحظ بأن مثلاً أولاً سيظل البعد الغيبي في الحضارة الغربية غير موجود وبالتالي المسؤولية الدينية والأخلاقية أيضاً تتراجع بما أن القيمة العدلية هي لها قيمة أخلاقية في نهاية المطاف والأخلاق مرتبط بالغيب يعني مرتبط بقضية الدين والإيمان إذا كان ذهب الإنسان إلى التنكر للآخرة والتنكر للإله الذي هو محاسب أو سيحاسب الناس في ذلك اليوم فأول هنا سيكون هناك إشكال كبير جداً على مستوى الضمير الداخلي على مستوى الضمير الداخلي وبالتالي سنلاحظ بأن العدالة عندهم ستخضع إلى أمرين ستخضع على مسألة التشريع بالأكثرية وستخضع كذلك إلى مسألة الرقابة المجتمعية ويغيب فيها الرقابة الداخلية إلى حد كبير ستلاحظ بأن وجود الإنسان مثلاً الضمير الداخلي والمسؤولية والخوف من الله هذا لن يكون حاضراً في المشهد النقطة الثانية في الحضارة القربية ينشى عندنا ما يمكن أن نسميه بالأرباب البشرية الأرباب البشرية أحياناً قد يكون فرداً ديكتاتورياً وأحياناً قد تكون أكثرية متحكمة فبالنسبة للتصور الإسلامي هذا نظام طاقوتي وهذا نظام طاقوتي لا تفريق في الحكم الشرعي ما بين نظام على الأقل يتصور بأنه يصدر عن أكثرية في تشريعه ونظام آخر يصدر عن أحادية في تشريعه لماذا؟ لأنه في نهاية المطاف هذا صادر عن هوا وهذا صادر عن هوا والشريعة تنظر إلى كل ما لا يصدر عن الهدى القرآني أو الهدي السماوي تنظر إليهم بأنهم ظلمة وأنه لم يحقق العدالة في بعدها الإيمانة على الأقل لكن ما الذي يحدث الآن عملياً ما الذي يحدث؟ هم عندهم على الأقل والله ما يسمى القوانين ما يسمى القوانين على مستوى البرلمان الكل يخضع له هنا يشعرون بأنهم أمام القانون ولكن هل عندما وضع هذا القانون في البرلمان هل فعلاً كانت الأصوات متساوية هل كان النفوذ متساوي هل اللوبيات الضاقطة متساوية هل التمويل الذي يضخ إلى المؤسسات التشريعية متساوي ستلاحظ أن هذه المسألة لا يتم ناقشتها أو حتى لو نوقشت تناقش على استحياء وبالتالي نلاحظ مثلاً الماركسية على وجه التحديد لما رأت بأن هناك تحكم للرأس مالية بشكل عام ورجال المال وما سماهم مثلاً ماركس بالبرجوازية لوجه التحديد لاحظ بأنهم تحالفوا مع النخبة السياسية في تصدير في التشريع مثلاً وكانت تطال هذه التشريعات العمال فبدأ يفكر في اتجاه مضاب بأنه والله قيمة العدالة لا يمكن أن تتوفر ما بين الرأس مالية متوحشة ونخبة سياسية فاسدة متحالفة مع هذه الرأس مالية فنظر إلى التصور القيم للعدالة من منظور مختلف أنه نشأت عندنا مباشرةً الكتلة المغايرة وهي الاشتراكية ونظرتها للعدالة بمفهومه بمفهوم مغاير فنشأت عندنا في الحضارة بشكل عام بروليتاريا نشأت فهنا لاحظ كيف أن من ذات الحضارة نفسها من ذات الحضارة لأنه لاحظ بأنه والله العدل كقيمة على الأقل صارت فيها إشكالية من خلال الأدوات الممار لماذا؟ لأن هناك انفصال عن التشريع الخارجي المحايد المتعالي أنت أمام تشريعات يتنافس فيها الأقوياء ومن هو يملك على الأقل أدوات ضغط على الطاولة بشكل أكبر يستطيع أن يمر تشريعات وتشريعاته هي اللي صالح فيها على حساب فئة رقم لطبيعة الحال وهنا نلاحظ أن الفرق الجوهري كيف أن التشريع المتسامل متعالي الذي هو من خارج المنظومة البشرية اللي هو من السماء ويعبر عنه بجاء دائما يعني هو يجيء إلينا وليس من داخل المنظومة هنا نلاحظ الفرق الهائل حقيقة وبالتالي يعني التشريعات الآليات نفسها المتضمنة ستلاحظ بأن فيها على كل كثير من الإشكالات ولكن ربما أقول بأنهم وفقوا بشكل كبير فيما يتعلق على الأقل بقضية أنهم أمام القانون أمام مؤسسات الدولة أمام حيادة الدولة عن مواطنيها بأديانهم المختلف إلى غير ذلك قد يكون في هذا الاتجاه ربما يكون في نوع من المنظور العدلي متاح للغربين قد لا يكون متاح مثلا في الديار الإسلامي نعم دكتور العدل كقيمة عملية متحققة بين الناس يعني هل هي في التصور الإسلامي إقامة العدل غاية في ذاته أم وسيلة لتحقيق غاية بعد ذلك الغاية الأسمى بشكل عام على مستوى النظام السياسي اللي هو ما نسميه بالولاية السياسية يعني لو اعتبرنا كل تشريعات الدين في الأمرين اللي ذكرهم الرازي اللي هو تعظيم الحق والرحمة بالخلق اللي سنلاحظها في الولاية الإيمانية في التعرف إلى الحق جل جلاله وطاعته وتلقى أوامره إلى غير ذلك ما يتعلق بمفهوم الحق ومفهوم العدل وهنا الله سبحانه وتعالى يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدله فيتحول العدل هنا إلى أكبر قيمتين عظميين في التصور الإسلامي قيمة إحقاق الحق بدءا من الاعتراف بالله سبحانه وتعالى ثم كل الحقائق الكونية والشرائية وتمت كلمة ربك صدقا والصدق هو مطابقة الحقائق والعدل وهنا العدل في الأحكام موازل هذه القيمة العدل هنا؟ موازل كيف يكون موازل؟ عفوا دكتور حتى لا يلتبس على المشاهدين تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى وحكم الله وإقامة شرع الله في الأرض هذه القيمة الكبرى توازيها قيمة العدل أم أن تتبعها قيمة العدل؟ هي يمكن للعدل أحيانا أن تحتل القيمتين معا لما نقول مثلا الله سبحانه وتعالى ليقوم الناس بالقصد هنا نلاحظ أن العدل تضمن القيمتين تضمن قيمة العبودية لله سبحانه وتعالى وتضمن قيمة الخير للناس أو الرحمة بالناس تضمن القيمتين لكن لو أردت أن تجزئ الأمر وفصلت قيمة العدل نفسها إلى قيمة الحق وقيمة القصد أو قيمة القصد قسمته إلى قيمة الحق وقيمة العدل هنا سيكون العدل ما يتعلق بالرحمة بالخلق والحق ما يتعلق بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى سواء بالإقرار به أو وهكذا فعلى كلهما هنا لما نقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لما فسرت قالوا بأنها تمت صدقا على مستوى الأخبار وتمت عدل على مستوى الأحكام الغاية الكلية للإسلام حتى لا يستشكل على الإخوة المشاهدين الغاية الكلية للإسلام إعلام الخلق بالخالق وتعبيدهم له وإقامة حكم الله في الأرض أم إقامة العدل هذه نقطة مهمة ومفصلية عندي ثلاثة مصطلحات في القرآن الكريم دعني أرتبها مصطلح التعبيد لله أو العبادة لله ومصطلح تقوى الله ومصطلح شكر الله الثلاثة كلها تندرج تحت مصطلح الاستخلاف يعني لاحظ مثلا يا أيها ناس عبدوا ربكم لعلكم تتقون مثلا ثم تلاحظ أن التقوى نفسها يجعلها غاية للشكر والشكر ستلاحظ أنه يحتل القيمة الأعلى فالعبودية نفسها التي قيل عنها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تتحول إلى قيمة إلى قيمة دنيا بالنسبة لقيمة أعلى منها وهي؟ وهي قيمة الشكر ستلاحظ بأن قيمة الشكر مثلا في القيم تحتل إلى المستوى الأعلى وهي فوق التقوى لكن هذه فلسفة للأمور ربما تكون الأمور أبسط من ذلك عند المسلم العادي ينبغي أن يعرف أو حتى عند البشر عندما يذهب المسلمون إلى الحضرات التي لا تؤمن بالإسلام ويريدون أن يعرفوهم هل يعرفوهم بالعدل كقيمة أولى في الإسلام أم يعرفوهم بالله سبحانه وتعالى وبضرورة حاكميته على كل ذرة من ذرات هذا الكون إذا أدخلوا العدل مع الله وهو توحيده سبحانه وتعالى ونقيده الشرك أدخلوا الشرك ضمن الظلم وأدخلوا التوحيد ضمن العدل فستكون القيمة الأعلى في التصور الإسلامي العدل لكن لو تصورنا أن العدل نفسه قسمناه إلى عدل مع الله وعدل مع النفس وعدل مع البشر العدل مع الله سيحتل المرتبة مرتبة قصوى وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده فهي على كل تختلف بهذا الاعتبار أنا أفهم من كلامك أن الأمم الأخرى غير المسلمة إذا ما أقامت العدل فلا حاجة به هذا الوصول إلى الله لا لا هي عدلها ناقص يعني قد تعدل مع نفسها ويظل عدلها ناقص ما دام العلاقة مع الله قائبة لأن التصور الإسلامي يربط ما بين هذه العلاقات الثلاث علاقتك مع الله وعلاقتك مع النفس وعلاقتك مع الخلق نعم فإذا كان استطعت أن تؤتي بهذه الثلاثية فالعدل إن شاء الله عندك عدل متحقق وبشكل كامل وإذا أخفقت في واحدة منها مثلا استطعت أن تعدل مع نفسك بشكل نسبي ويظل ما دام غيبت التوحيد فعدلك بعد ذلك يتحول إلى العدل العدل النسبي هو الذي تعيشه الآن الحضارة الغربية حقيقة دكتور أدركنا الوقت وانتهى لكن ربما يمكن أن أعطيك دقيقة ليس أكثر من ذلك يمكن ما تريد أن تقوله في موضوع الحلقة مما لم يرد في ثناء هذا الحوار أريد أن أقول بأن العدل قيمة إسلامية عزمة وقيمة إسلامية كبيرة وتحتر ربما كما ذكرنا في ختام الحلقة بأنها القيمة الأسمى والقيمة الأعلى في التصور الإسلامي وأن الظلم مؤذن بخراب العمران فحيث غاب العدل لا عمران ولا حضارة ولا استقرار وحيث ما غاب العدل لا سلام للبشرية وحيث ما غاب العدل لا يمكن أن نتصور حياة واستقرار تؤدي بنا إلى الله سبحانه وتعالى وتؤدي بنا إلى أننا نعمر الأرض ونستخلف فيها بشكل صحيح فنحن عموما نناشد كل البشرية وليس المسلمين وحدهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويقيموا العدلة بينهم وبالتالي هذا هو خطاب الله للناس كما قال ليقوم الناس بالقصد فجعل غاية الرسالة كلها وإنزال التشريع في نهاية المطاف ليقوم الناس بالقصد سواء مع الله أو مع النفس البشرية أو مع الخلق والبشرية كافة ونحن بدورنا من العدل أن ننتهي في وقتنا وأن لا نأخذ من وقت غيرنا في هذه القناة شكرا جزيلا لك دكتور مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريم دكتور حسن سلمان رئيس أو عضو أمانة رابطة علماء أريتيريا شكرا لكم على كرم المتابعة في حراسة الله شكرا لكم